على قدر ما يكون في القلب من تعظيم لله تعالى تعظم شعائره وحرماته قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والشعير كل ما جعل علما لطاعة الله عز وجل والشعائر أعلام الدين الظاهرة ومنه سمي المشعر الحرام لأنه معلم للعبادة فمن شعائر الدين الكعبة ومناسك الحج قال تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله ومنه تعظيم الأشهر الحرم ومنه تعظيم المصحف واحترامه وصيانته عن الإهانة والابتدال ولا يوضع فوقه شيء لا كتاب ولا غيره ومنه تعظيم التكاليف الشرعية والتسليم لها وتلقيها بالقبول قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومنه تعظيم حرمات الله والحرمات هي ما يجب احترامه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة فمن عظم شعائر الله لم يستهم بذنب مهما كان صغيرا قال أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات إن تعظيم حرمات الله يشمل الدين كله بأوامره ونواهيه وعباداته ويخص بمزيد تأكيد معالم الدين الظاهرة فتعظيمها تعظيم للدين قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون